زار وفده اللجنة التنظيمية العليا للعرض العسكري المشترك حصن الاتحاد 9 في وزارة الدفاع عددا من المدارس على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بهدف اطلاع الطلاب والهيئات الإدارية وتدرسية على برنامج العرض العسكري الذي ينطلق في جزيرة ياس في أبوظبي في الخامس من نوفمبر الجاري ودعا الوفد خلال زيارات المدنية طلاب المدارس والهيئات الإدارية والتدرسية في أبوظبي لحضور العرض العسكري حصن الاتحاد 9 لمشاركة أبناء قواتنا المسلحة الباسلة مشاعر الفخر والاعتزاز في التفاني والإقدام والجاهزية والتطور والذود عن ثراء الوطن في عرض عسكري مهيب وقدم الوفد شرحا حول التطور الكبير الذي أشهده العرض العسكري حصن الاتحاد منذ إطلاق نسخته الأولى في عام 2017 ليشكل اليوم واحد من أهم العرض العسكرية في الإمارات والتي تجسد استعدادات وجاهزية قواتنا المسلحة وامتلاكها أحدث القدرات والتقنيات العسكرية المتطورة عالميا اشتركوا في القناة